موسيقى موسيقى اهلا بكم الى اسبوع الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة الحياة اللندنية نازحون يعودون قسرا والحكومة تريد اغلاق المخيمات صحيفة القبس الكويتية الغوطة تفرغ من سكانها وفي تقرير مصور لصحيفة النهار اللبنانية صورة بمليون كلمة اين الانسانية من المقالات ماذا تبقى من العقد الاجتماعي بين العراقيين لحامد الجيلاني في العرب اللندنية الاطاحة بتيلرسون الاستثمار في التصعيد لعادل سعد في الوطن العمانية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل موسيقى البداية من صحيفة الحياة اللندنية نازحون يعودون قسرا والحكومة تريد اغلاق المخيمات تقول الحياة اعلنت الامم المتحدة في تشرين الاول اكتوبر عام الفين وسبعة عشر تجاوز اعداد النازحين العراقيين خمسة ملايين نازح ويقول ستار نوروز مدير اعلام وزارة الهجرة والمهجرين للحياة لا تزال مخيمات ونازحون في محافظات نينوا والانبار وصلاح الدين وكربلاء والنجف وعن اسباب عدم عودة ما تبقى من النازحين يشير نوروز الى ان اغلب الاسباب شخصية تتعلق بقضية مدارس وجامعات ابنائهم او اسباب تتعلق بالمنازل المدمرة وعدم وجود بنا تحتية في مناطقهم لذلك لا يفضلون العودة ويعز كذلك اسباب عدم عودة نازحين ناحية جرف الصخر الواقعة في شمال بابل الى دواع امنية تتعلق بمجلس المحافظة وتؤكد صحيفة الحياة ان دمار البنى التحتية لمحافظة الانبار يعد احد اكبر التحديات التي تواجه عودة نازحيها حيث بلغت نسبة الدمار في البنى التحتية للجسور والدوائر الحكومية اكثر من ثمانين في المائة وفق ما يؤكده عضو مجلس محافظة الانبار راجع بركات في حديثه للحياة اللندنية وفي صحيفة المشرق العراقية نطالع ديون كهربائية تهدد بنزوح جديد في ديالة اذ يكشف مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالة عن مطالبة دائرة الكهرباء مزارعين ناحية بديون مالية كبيرة في حين اشار الى ان الديون تهدد بنزوح جديد ويقول رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي ان مزارعين ناحية العظيم تفاجأوا بقوائم ديون الكهرباء وتبلغ ملايين الدنانير نتيجة استخدام المضخات الزراعية في سقي الاراضي لافتا الى ان مزارعي العظيم نازحون وعادوا قبل اشهر الى منازلهم متسائلا كيف تم احتساب كلفة الطاقة الكهربائية والتي هي بالاساس شبه مقطوعة والى الشأن السوري حيث طالعتنا صحيفة القبس الكويتية الغوطة تفرغ من سكانها تقول القبس تستمر المأساة في الغوطة الشرقية لدمشق التي تفرغ من سكانها حيث تشهد المنطقة اكبر نزوح جماعي وسط تحذيرات من قيام النظام بانشاء معسكرات اعتقال جماعي للنازحين ويذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا انه تم توثيق خروج اكثر من ثلاثين الف مدني عبر الممرات المخصصة وسط تدفق المزيد ويعبر عدد من سكان الغوطة عن خشيتهم من الفرار الى مناطق النظام خوفا من الاعتقال او التجنيد الاجباري ومن عنويني صحيفة البيان الاماراتية دور العبادة في فلسطين لا تسلم من الاحتلال تقول البيان لا تتوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي عند الفلسطينيين وممتلكاتهم اذ طالت دور العبادة الاسلامية والمسيحية على حد سواء ولا تخفي المنظمات الارهابية الاسرائيلية اعتداءاتها اذ عادة ما تبصم على افعالها بشعارات تتركها على الجدران كشاهد حي على جرائمها وتهدف هذه الاعتداءات لتفريغ الاراضي الفلسطينية من الوجود الفلسطيني في سياق سياسة الاسرانة والتهويد وطمس الهوية الفلسطينية وفي تقرير مصور لصحيفة النهار اللبنانية صورة بمليون كلمة اين الانسانية اذ تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي والميديا الصورة بكثافة وهي صورة طفل في حقيبة لتقول الكثير وكل ما لا تستطيع الكلمات قوله عن مأساة سوريا وكل مآسي حروب البشرية فصورة رويترز تغتزل الوجع السوري وجع كل طفل ورب أسرة لا يعلم بأي اتجاه يسير بأطفاله وكيف يحميهم وكيف يبقيهم أحياء وكم من صور لا يعلم أحد مآسيها وأوجاعها والصمت في عيون ناسها ذلك الصمت المجبول بالدموع الحارقة واستؤال ذاته أين الضمير أين الإنسانية وهذه انتقالة مشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى زاوية مقالات نقرأ لحامد القيلاني في العرب اللندنية ماذا تبقى من العقد الاجتماعي بين العراقيين يقول القيلاني في العراق هناك قوميات وأديان ومذاهب وطوائف وإثنيات مختلفة ومتعددة وكانت بينها خلافات أيضا كما يحصل في أي مجتمع على اختلاف معايير تقدمه أو تراجعه لكن لم يحصل ما يوثق انتقاص فئة لفئة أخرى في الأعياد أو المناسبات الدينية بل إنما تسجله ذاكرتنا كشعب تؤكده المشاركة والابتهاج في تلك الأعياد والمناسبات الدينية ويضيف القيلاني انفراط العقد الاجتماعي العظيم بين العراقيين حدث بغربلة سلطة الدولة وباهتزازات متعاقبة انتهت بالإبقاء على ما تخلف من مشاريع الاحتلال الأمريكي ودعاة المشروع الطائفي وكتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية هل يرجع ترامب الإعلان عن صفقته لماذا وإلى متى يقول الرنتاوي الأنباء بشأن إرجاء الكشف عن صفقة القرن تترى بغياب أو نفي أو تأكيد من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تفضل على ما يبدو أن تبقي أوراقها قريبة إلى صدرها على أن تكشفها في الوقت المناسب الذي لا يعلم به أحد غيرها ويضيف الرنتاوي لكن التريث الأمريكي لا يحدث في فراغ فواشنطن بدأت منذ حين تعد العدة لجعل ترتيبات تلك المرحلة منسجمة ومتساوقة مع مضامين المبادرة ومراميها ونقرأ لعادل سعد في الوطن العمانية الإطاحة بتيلرسون الاستثمار في التصعيد يقول الكاتب من العلامات التي مهدت لإقالة تيلرسون التصعيد الواضح الذي اعتمده ترامب في فرض رسوم على تجارة الصلب والألمنيوم في مناكفة تجارية واضحة ضد دول الاتحاد الأوروبي ويتساءل الكاتب هل الاستثمار في تصعيد المناكفات وراء الإطاحة بوزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون والواقع لن يمر وقت طويل للإجابة على هذا السؤال بما يلبي معرفة الرابط الحقيقي بين التصعيد والإقالة إذا أخذنا بالقراءة الموضوعية أن تيلرسون شخصيا والطاقم الضيق المحيط به في الخارجية الأمريكية يملك قراءة شخصية للعلاقة التي ينبغي أن تسود بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الحليفة لها بل والعلاقة بينها وبين روسيا والصين من جهة أخرى مشاهدنا سيكون معنا بعد الفاصل الكاتب الصحفي عادل الأشرم وذلك للحديث عن محاول هذه الحلقة أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدنا أرحب بضيفي في الأستوديو الكاتب الصحفي الدكتور عادل الأشرم مرحبا بك دكتور عادل مرحبا أستاذ حسين بداية من صحيفة الحياة اللندنية هناك عنوان نازحون يعودون قسرا والحكومة تريد إغلاق المخيمات تقول الحياة اللندنية أعلنت الأمم المتحدة في تشرين أول أكتوبر عام 2017 تجاوز أعداد النازحين العراقيين خمسة ملايين نازح من أسباب عدم عودة نازحي ناحية جرف الصخر الواقع في شمال بابل تقول الصحيفة هي لدواع أمنية تتعلق بمجلس المحافظة أيضا تؤكد الصحيفة أن دمار البنى التحتية لمحافظة الأنبار يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه عودة نازحي المحافظة دكتور عادل كيف تنظر إلى مأساة النازحين في العراق في بلد يعد الأغنى في العالم بلا أدنى شك يعتبر هذا الملف واحد من أهم الملفات الحساسة الطارئة على الساحة وخاصة في فترة ما يسمونها هم بفترة التحرير وهي تدمير كامل معروف ممنهج هذا التدمير له تداعيات هذه التداعيات تجاوزت تدمير البنى التحتية تجاوزت تدمير الأحياء السكنية كاملة تجاوزت البعد الأخلاقي لوجود آلاف الجثث التي لا زالت تحت الأنقاض إلى مسألة مهمة جدا ومسألة حساسة وملف خطير يطرح نفسه على جميع التداعيات سواء السياسية سواء الاقتصادية سواء الاجتماعية سواء الأخلاقية أمام الرأي العام العالمي بجهة عامة والخاصة بالعراق لماذا؟ لأن هناك تهجير لملايين الأشخاص لملايين المواطنين هجروا وأقلبهم هجر غسرا بسبب الحرب بعض المناطق لم يجري فيها قتال ولكن هجر أهلها ومن ثم سلمت للميليشيات لكي تنهبها وكي تعيدها إلى عصور سالفة عندما تأتي إلى بعض القرى تجد وكأنك تعيد بك الأذهان إلى زمن سابق للعصور الإسلامية الوسطى عندما تقرأ التاريخ وتقرأ المرتكزات البنائية في ذلك العصر اللي وجدتها قد طبقت في العراق إذن هي سياسة ممنهجة هذا الملف بلا شك يطرح الآن نفسه في الساحة وهو يطرح ببعد أخلاقي أكبر حتى من الأبعاد التأثيرية للمجالات الأخرى لماذا؟ لأنك أنت أمام بلد هذا البلد يعتبر أقنى بلد في العالم ولكن للأسف طوال مرحلة هذا البناء هل أن أهلا؟ هل أن المواطنين أستفادوا من هذا القناء من هذا الموارد الضخمة سواء النفط سواء الزراعة سواء الماء جميع الموارد العراق أقنى بلد بلا أدنى شك ولكن على طول المراحل التاريخية وخاصة في فترة بعد سقوط الملكية من الثمانية وخمسين إلى هذه الساعة الانقلابات وما يسمونها ثورات وهي انقلابات عسكرية وصراع على السلطة كل هذا ماذا أفرزت؟ أفرزت ثقافة القتل، ثقافة التهجير، ثقافة تفتيت المجتمع حتى أوصلتنا إلى الصفحة الأخيرة التي هي الصفحة السوداء الآن نعم أيضا موضوع العقد الاجتماعي بين العراقين موضوع أكيد يرتبط بهذا الموضوع قرأنا لحمد القيلاني في العرب اللندنية ماذا تبقى من العقد الاجتماعي بين العراقين؟ يقول القيلاني في مقاله في العراق هناك قوميات وأديان ومذاهب وطوائف واثنيات مختلفة متعددة وانفراط العقد الاجتماعي بين العراقيين حدث بغربلة سلطة الدولة ثم باهتزازات متعاقبة انتهت بالإبقاء على ما تخلف من مشاريع الاحتلال الأمريكي ودعاة المشروع الطائفي سيد عادل ونحن في الذكرى الخامسة عشرة لاحتلال العراق برأيك لماذا تعمد الاحتلال الأمريكي تفكيك النسيج العراقي المتماسك قبل الاحتلال؟ أنا أقول لك بأمانة أستاذ إحسان أن الاحتلال عندما جاء بمشروعه الاستعماري بمشروعه التدميري بمشروعه الممنهج لأجل تفتيت الدولة العراقية هو عول على نقطة ومرتكز أساسي في هذا الهدف أو في هذه النية الخبيثة هذا الهدف يعود إلى التركيبة الاجتماعية محاولة اختراق التركيبة الاجتماعية هو يعلم أن هذا البلد يتمثل به نسيج اجتماعي غاية في الروعة تمثله في سيفساء اجتماعية متألفة من قوميات متألفة من مذاهب داخل القوميات متألفة من إثنيات متألفة من مورثات حضارية بصبغات دينية بصبغات عرقية عبر تاريخه ولكنها كانت ضمن بوتقة اجتماعية غاية في الروعة هذه البوتقة حاول الاحتلال أن يدخل إليها لأنه وجد أنه ليس باستطاعته أن يكمل مشروعه أو ينجز مشروعه المدمر لهذا البلد ويجعله ركاما وينهي وجود الدولة العراقية بأبعادها الحديثة بأبعادها المتوسطة بأبعادها التاريخية الأثرية القديمة لذلك أول على هذه النقطة فتت المجتمع ما بين عرب وقوميات أخرى ما بين داخل العرب سنة وشيعة ما بين داخل السنة أطراف وأحزاب وحركات وانتناءات ضمن بوتقات تأثيرية للخارج لذلك هذا التفتيت هو الذي ولد حالة الضعف هو الذي ولد إنهاء التماسك الاجتماعي هو الذي جعل الاحتلال يدخل في أتون هذا الفسيفساء ولكي يفتتها وبالتالي يسهل عليه سيطرتها في مراحل نستطيع أن نسميها مرحلتين مرحل التوافق مع الأدوات الخارجية التي سارت في هذا الفلك ومنها على وجه الخصوص إيران شهدنا عملية التوافق هذا التوافق كان وليد ماذا؟ وليد مصالح ووليد تقاسم للغنائم فكلنا يعلم الشعارات التي كانت قبل الاحتلال الإيرانيين يرفعون شعارات ضد الأمريكان شعارات حدث ولا حرج شيطان الأكبر نعم الشيطان الأكبر أن أمريكا هي الشر أن أمريكا هي الخراب أنهم ضد أمريكا أن أمريكا حامل السرع وإلى ما ذلك من كل هذا الأمر ولكن بعد الاحتلال وجدنا أن هناك توافق خلف الكواليس هذا التوافق هو الذي ولد وجود نظاما سياسي وجود عملية سياسية ايرانية اتفقت أمريكا وإيران على العراق نعم اتفقوا في مرحلة نسمي الاتفاق الآن سيبدأ مرحلة المنافسة لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى آخر هدفهم في تفتيت العراق في إنهاء دورها الحضارة التاريخية الآن سيبدأون يتنافسون على العراق لمن تكون الغلبة نعم أيضا في الغد الأردنية مقال مهم أبو غريب وتسألون عن مصدر الإرهاب هذا المقال للكاتب فهد الخيطان يقول فيه حين يستعرض المرء فصول مأساة سجن أبو غريب وصورها ويسمع شهادات ضحاياها لا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد والبحث ليجيب عن السؤال وهو ما مصدر الإرهاب في منطقتنا التعيسة إذن كيف تعلق على ما ذكره الكاتب هنا؟ بلا أدنى شك هذا المقال مقال مهم لأنه يعالج صناعة الإرهاب هم الآن يعولون أو يطرحون أو يرفعون شعارات محاربة الإرهاب دون أن يتطرقوا أو يحاولوا أن يعرفوا السبب أو كيف صنع الإرهاب من صنع الإرهاب هم أنفسهم المحتلون ومن اتفق مع المحتلين ومن حالف المحتلين الأمريكان بالذات إذن ما حصل في أبو غريب ما حصل في كثير المعتقلات ما حصل لبعض النساء التي اختطفت على يد جنود للاحتلال ما حصل من تجاوزات للميليشيات ما حصل من ثقافة ممنهجة ما أن يقع الإنسان البرئ بيد هذه الآلة المدمرة هذه الجنود الأمنية الذين لا تملك أي بعد أخلاقي في التصرف ولا في السلوك ولا في الحرفية ولا في المهنية ما حصل منهم هو الذي ولد جزء كبير من صناعة الإرهاب نعم أيضا نختم بتقرير مصور لصحيفة النهار اللبنانية صورة بمليون كلمة أين الإنسانية هذا التقرير المصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي والميديا بكثافة وهي صورة طفل في حقيبة لتقول هذه الصورة الكثير فصورة رويترز اختزلت الوجع السوري وجع كل طفل ورب أسره لا يعلم بأي اتجاه يسير بأطفاله وكيف يحميهم وكيف يبقيهم أحياء وكم من صور لا يعلم أحد مآسيها وأوجاعها والسؤال ذاته أين الضمير أين الإنسانية إلى أدنى شك هذا سؤال أيضا في غاية الأهمية وهو سؤال يطرح نفسه بقوة وهو سؤال يوجه إلى الرأي العام العالمي وهو سؤال يوجه إلى منظمات حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي الذي يدعي الحضارة ويدعي حقوق الإنسان الآن العالم كله الرسمي أنا أقول بالدرجة الأساس هو على المحك مصداقيته الآن أصبحت على المحك كلما رفح من شعارات وكلما أدعى من حقوق إنسان وكلما تباكى على شخص يقتل في أطراف الأرض أو بيتا يهدم في بعض الأماكن الآن هناك حقيقة مؤلمة موجودة في أرض معينة هي الأرض العربية لذلك شهدنا أن هناك ازدواجية في تعامل هذه الجهات مع مناطق بعينها هذا الأمر ماذا ولد؟ ولد كل تلك المعاناة الإنسانية الآن ما يحصل في سوريا لم يشهد له التاريخ للحرب العالمية الثانية شهدت بمثل مفاصيله وجزئياته لا نقول بالمستوى العام كعدد لأن كان هناك صراع قاتل ومقتول ما بين خنادق أما الآن هو خندق واحد خندق جماهيري يقتل ويباد بين يوم وليلة يقصف بأعطى أنواع الأسلحة تجيش له الجيوش من كل الأماكن تبدأ دول بدعم توجهات سياسية بمحاولة عرقلة أي قرار حتى لو كان إدانة للجلاد وللسفاح وللمافيات التي تقتل يمنع حتى الإدانة لذلك نحن أمام حالة إنسانية نحن أمام مسؤولية أخلاقية منعدمة لذلك العالم الذي الآن يتباكى لذلك ما نشاهده من مشاهد وما نراه من مقاطع كثيرة هي لا تقتصر على هذا المشهد ولكن محاولة اختزالة في هذا الأمر هي بحد ذاته رسالة إلى كل من يدعي الإنسان يدعي حقوق الإنسان ما يجري في سوريا إبادة شاملة أمام مرأة العالم ولكن ما النتيجة أن الدول التي تدعي أنها ضد هذه المجازر وضد القتل والتي رفعت في يوم ما خطوطا حمراء وقالت من يتجاوزها وحاولت أن تذر الرماد في العيون بأساليب خسيسة بصواريخ تضرب في الصحراء تخذع الناس وتقول أن هناك خط أحمر إن تجاوز هذا الجلاد المجرم الأسد ستفعل كذا وكذا ما الذي فعلته؟ هذا هو الآن يبيد المنطقة إذن هي مشاركة في هذه المنطقة مشاركة ولكن الأمر أخي استاذ حسان يتعلق بمصالح تلك الدول تلك الدول لا تريد أن تحل هذه الأزمة لأن هناك مصالح لها هذه المصالح تقدمها على دماء السوريين تقدمها على ما يحصل من أعظم مذبحة موجودة في الحصر الحديث شعب أعزل من السلاح يذبح الآن أمام مرأة العالم ويهجر وأطفاله في كل مكان ومشاهد الألم والعذاب والمأساة نشاهدها يوميا على مدار الساعة دون أن يحرك ضمير لتلك الدول أو لتلك الشخصيات التي أدعت يوما من الأيام أنها تنصر حقوق الإنسان بينما نجد بعض تلك الأطراف يتباكى في جهات أخرى حتى في الأرض السورية يتباكى على عصابات وعلى ميليشيات أسسها الأسد وأسستها إيران واستخدمتها الأولادة المتحدة كالذي يحصل بعفرين ميليشيات ولم يحصل كل الذي حاولوا أن يهولون كذبا وزورا في عفرين ويحاولوا أن يقارنوا ويتباكوا على عفرين وينسون القوطة التي تبات علناً وأمام مرأة العالم ولم يحصل في عفرين جزءاً ولا واحد بالماء مقابل ما حصل من جرائم بل ما حصل كانت أنظف حرب ومع ذلك حاولوا أن يشوهونها وأنظر إلى النتيجة الثانية في القوطة وبعض المناطق إذن هناك تعمد في قتل شعب معين في قتل نسيج معين في تدمير حضارة معينة في استهداف بلد معين لأنه من فصيل معين لأنه من مسمى معين لأنه يتبع الديانة كذا وبالتالي نحن الآن ماذا حل بسوريا بعد كل هذه القوارث حل أن البلد الآن يحتضر وأن هناك تقاسم سياسي يلوح بالأفق ما بين تلك الجهات لكسب مصالحها نعم إذن بهذا نختم أشكرك الشكر الجزير سيد عادل مشاهدينا كان معنا الدكتور عادل الأشرم الكاتب الصحفي والذي حاورناه حول عنوين الصحف العربية والعالمية الصادر هذا الأسبوع حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة